فيه فيلم بالوقت موجود في السينمات الحقيقة هو عامل حالة مش بس عشان بداية الدعاية له كانت غريبة ومستفزة يعني مش هقدر أنكر لا هو عامل حالة لأنه مبدئيا هما بيصوروه محدش سمع حاجة عن الفيلم ده يعني دايما في الأوساط الإعلامية والفنية والصحفية بتبقى عارف أنه فيه عمل درامي بيتصور أو فيه فيلم بيتصور بيبقى فيه تفاصيل وأخبار طلع من الأعمال اللي زي دي إلا الفيلم ده يعني فجأة كل الناس استغربت أنه فيه فيلم جاهز للعرض بدون أي مقدمات أو أي أخبار أو حتى نميمة دي حاجة الحاجة التانية أنه نازل في موسم ما هوش موسم سينمائي يعني عالي يعني لا هو نص السنة ولا هو آخر السنة ولا هو العيد من المواسم اللي هي مش عالي أبدا والحقيقة أنه هو محقق نجاح مش بس إيرادات محقق نجاح نقدي وجماهيري في حالة كده اسمها فيلم بشتري راجل خلونا نقرب شوية من الحالة دي لأنه فيها شيء استثنائي لازم نتكلم عنه كل الستات اللي في سنك ممكن يخلفوا بنسبة سبعين في المية أنت عندك نسبة أربعين في المية أحلى حاجة الولادة أنا لو كنت أقدر كنت جيبت دست مدير مكتب مساعد الوزير واو إيه مش عارف تمسك ببرونا؟ يا حسين أنا محب إيشت في اللحين وأحب إيش مع البهائن وشت البهائن يا جدد تي محضر عدد عايزي المرة دي نجيب لك حل في صميم إمكانياتك أنا هعمل إكاونت على الفيسبوك اللي حكت فيه بشتري راجل وأكيد طبعاً حكت بكل الطلبات والمواصفات اللي أنا عايزيها في المقابل ما دي مغرب يا لنا عارف كيف شويك؟ أمو دي ولقى مجنونة عشانتفكر فكرة مجنونة زي دي أنت هارفت دا تعميلي إيه؟ مأزون؟ أمبوبة معمن؟ مأزون أنا مش هجيب سيرت الجواز دي خالص ما كم؟ مئة وخمسين ألفيني على ثلاثة وحدة ماشي وأنا مقراط فروس إمتا؟ أنا مش هجيب سيرت الجواز انت عيني واهري إمتا؟ نعم أنا عندي حل تاني إيه زيكو يا حلوين؟ هو دي بتعملي كده لي؟ يا ريت كنت أعرف أحمل لوحدي ماذا؟ كنت استغنيت عن أشكالك؟ أوف! ريديس! ماذا؟ ماذا؟ إيه؟ تسمعني الكيك بوكسينك؟ لا أسمعني الكبكيك هعمللي؟ ماذا؟